ايه تحدي ايه تحدي التحدي اموي دافع عن رأيك والكل سامع قلنا الاضرر وطبعا قلنا ايه المنابع وابن رأيك الدليل قلنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي ايه تحدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام اصعد الله مساءكم بكل خير واره ومرحبا بكم على الشرقات الصحة وجمال احييكم وحلقة جديدة وبرنامج التحدي الفقراء كتير جدا في مصر والمرضى ايضا كتير الامرات كتيرة جدا ولكن فعلا يعاني كتير جدا من المرضى الفقراء من اهوال ومقاسي مع المستشفيات الحكومية حدس ولا حرج مش هقول المستشفات الخاصة لاني طبعا استحالة المريض الفقير انه حتى حيتجرق يقرب ناحية المستشفى خاصة لانها مبالغ باهظة ومقلفة جدا جدا لا يستطيع المريض الفقير لا يستطيع المريض الفقير انه يتعامل تماما مع المستشفى الخاصة ولكن فلنفرد مستشفى حكومي فلنفرد واحد فقير وحالته هوبلس كيس حالة مستعصية حالة صعبة جدا وواحد قريبه نزله من تاكس امام باب المستشفى الحكومي وحب انه هو يدخله وفعلا هذا المريض هوبلس كيس حالة مستعصية هل المستشفى بتقبل ان هذا المريض يدخل عشان يتعالج والامل كبير في الشفاء والامل في ربنا سبحانه وتعالى رقم واحد قال صحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى اذا شعر المريض بعرض لمرض فليسارع بالذهاب الى الطبيب فان الطبيب هو الذي يشخص الداء ثم يصف الدواء الذي يكون فيه الشفاء باذن رب الارض والسماء اذا لابد انه هو يكون الطبيب اللي حيشوف هذه الحالة ويحاول انه هو يشخص التشخيص السليم ويديله العلاج والامل عند ربنا كبير ان ممكن يكون في بعض الحالات نقول دي هوبلس كيس ولكن يتم الشفاء ولكن اعمل اللي عليك طب المستشفى دلوقتي الحكومية خاصة بترفض بترفض تماما دخول المريض ما فيه السراير بحجة دي ما فيه السراير رقم واحد وقوله لا والله دي الحالة مستعصية جدا احنا بنرفه تماما انه هو يدخل من باب المستشفى اين الرحمة الطب مهنة مهنة سامية الطب هي الرحمة ان الانسان او الطبيب يكون رحيم بهذا المريض الطبيب اقسم قسم امام الله سبحانه وتعالى وامام القانون الطبي ان هو يرعي هذا المريض ليه كتير جدا من الاطباء يتخلوا او بمعنى صح من ادارة المستشفى تتخلى عن المريض الفقير اللي بيقولك لا ده حالة مصاصية مش هنقدر ندخله هنتكلم في هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامج التحدي سأدني بداية ان يكون معي الدكتور محمد عاطف اخصائي امراض نساء وولادة عكم اللي برحب به في السجن خلال الصحة جمال اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ورحب ايضا بالاساز جمال محمد فتيان كاتب وصحفي بجريدة الاهرام اللي برحب بحضرتك اهلا بحضرتك نبدأ بحضرتك يعني نبدأ بحضرتك برضه لانك انت اعتقد ان انت عايز تعمل هجوم كاسح جدا على مش هنقول على الطباء ولكن حلو على سيستم معين بتقوم به المستشفات الحكومية اتفضل اه يعني انا بصراحة اندهشت جدا لما عرفت ان المريض ما يكون حالته متأخرة اه المستشفى الحكومي ما تقبلوش بحجة ان احنا هنشغل السرير لمريض تاني اه ممكن يشفى ولكن المريض اللي حالته متأخرة ده لا 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 ده ما نقبلوش في المستشفى الحكومية طيب السؤال اللي بيطرح نفسه فيني روح المريض ده يا دكتور محمد لما المستشفى الحكومية اللي هي تبنت باموال الشعب ويصرف عليها والمرتبات التي تصرف مع احترامي للدكتور محمد ولجميع الدكاترة وانا لست يعني ما فيش بينيو بينهم اي مشاكل لكن انا اندهشت جدا لما اسمع الكلام ده هوا اه احنا برضو مش هنكون متجنيين قوي لا اه فيه اه بعض الحالات تيلاقي الدكتور ياخد اهل المريض اللي يكون حالته متأخرة ويقول لهم انا هنصحكم نصيحة وكلنا بنعرف ده وخاصة مثل الريف ايه يا دكتور النصيحة اللي حضرك بتقدمه عنا خدورة وواحف اصلا هو لو مات هنا هيبقى فيه اجراءات صعبة جدا عشان تاخدوه تصريح الدافته ممكن يكون مثلا يدخلو المشرحة ده حرام ده كده هو موته يا استيس تامر هو كده من الكلمتين دول دخاله المريض سمع طب هو ما لا يسمعش ما هو بكرة ولا بعده وما خلاص هم جاهل اللي هو من طبعا المريض بتاعهم ايه وحتى وحتى اقولك حاجة حتى لو ما اسمعش هو هيحس ليه المصفره فاضي يبدا خلاص حالة ميوس ميوس بالزرط كده شوف الحالة المعنوية بتاعته هتنخفض قد ايه شوف اهلو هيعملو ايه هو خلاص كده مات في الفعل طيب مين تسبب بموته في الوقت ده اللي عايز اقوله اه انا بارفو تماما هذا الاجراء واذا كان هذا القانون يغير اذا كان هذه لوائح داخل المستشفيات تغير هذه اللوائح ليست قرآن كلنا بنعمل لصالح الشعب لاننا كلنا بنأخذ مرتبتنا وعايشين من هذا الشعب في الخدمات الموجودة في البلد كلها ملكي ايه؟ الشعب طبعا اكيد ازاي يكون مريض يروح للمستشفى وييجي وما يدخل في المستشفى انا شخصيا اما بلقى حاجة لها زي كده اكيد بكتب عنها في الصحافة واكيد بقى في جنبها وبزعل جدا لما تخيل المريض ده لو من اخويا او من اهلي شوف اديها وحضرتك اكيد طبعا اكيد كلنا حتى لو مكنش قريبي ده حالات انسانية دكتور محمد عاطف فهل هل المشكلة او الخطأ خطأ طبيب ام خطأ ادارة مستشفى او سيستم او نظام او وزارة الخطأ جاي منين؟ يعني انت مثلا فلنفرد انت قطبيب في المستشفى حكومي وليت حالة يعني شبه فعلا هوبلسكيس مستحصية جدا بانسانيتك والرحمة والقسم اللي ازا اقسمت عليه حدخله ولا انت حتقول لا اصل اقدرت المستشفى اصل النظام ده ممكن يحكموني ده ممكن يحزبوني ده ممكن يقصموا مني البلانس بقى هل ممكن بتعمل البلانس في هذا الامر ام بترفض ام بتقبل تمام بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول اللي وجهة النظر استاذ جمال عشان نعلق عليها الاول والرأي اللي حرارك قلت وبعد كده علق على الرأي التالي وجهة النظر بتاع استاذ جمال اللي هو المريض اللي موجود في الارياف او مش في الارياف على فكرة في الحضر في القاهرة وفي الجيزة اوه اللي هو الاسلوب ان انتو خضو رواح يموت في بيته اكرم له احسن ما يموت في المستشفى الفكرة بتاعت ان يموت في بيته اكرم له من هو يموت في المستشفى دي المشترك فيها على اتنين عوامل العامل الاولاني معاملة الناس نفسها لما تحصل مشكلة للمريض نتيجة جهل الناس جانب الطبي وهم طبعا معذورين جهل الطبي لغير الاطباء مين يا فتاة من جهل الطبي يعني هو اللي بقول ده مش طبيب ازاي يا جهل وهو متخرج من كله انا بقول الجهل الطبي لغير الاطباء الجهل الاهل المرضى ركز في الكنون اللي انا بقوله انا بكلم على اهل المرضى مش بكلم على الطبيب انا بحسب الطب التمون دقول الجهل لا لا انا بقوله على بقوله على لا اكيد هل حضرتك تعتقد بمستوى التفكير اللي احنا وصلنا له ان اهل المرضى هيفكروا ان المشكلة في ان الشخص ده مات لان ده قدره وده عمره والدكتور عمل اللي علينا ما عندوش قوة الهية يوش في بها المريض لا جزء كبير من المرضى لان ده شغلي بقى وانا بحتكب المرضى كل يوم جزء كبير من المرضى هي اول تفكير بالنسباله هو الايه هو التأخر هو الاهمال هو عدم كفاءة الطبيب عدم كفاءة المكان يبدأ الموضوع يتحرك من ان احنا كنا بنتكلم في ان واحد داخل بيحاول ينقذ عيان عشان يبقى كويس لا بان هو دخل عشان يموته خلاص دخل عشان يموته يبقى هو المزنب يبدأ الموضوع يتغير بان احنا ننزل على الفيس وننزل على التلفزيون وننزل وفي المسرحيات نبدأ نهزر ان اول لما تحصل خناءة في الاستقبال ايه لع البلطو يعني ايه لع البلطو اه ما هاتحد دالت حوصلنا له اول لما تحصل خناءة في الاستقبال ايه لع البلطو الناس معندهمشوعي الاسبتك تتكلم على الارض consumers Ross Yang انا اس criticize السؤال لي ستسمعني اي Boo كان صدا اولناس معندهمشوعية وانتظagiตاء عمث بتتهم الشعب المصر بالجهل اه بالجهل الطبي لغير الاطباء 16 ياكمل لو حذاتك جيت لقلت لي المريض بتاعك عنده عملية قلب مفتوحة معايا السلامي لا هو ما عندهش عملية قلب مفتوحة واحتمالية توافتة هو ما عندهش عملية قلب مفتوحة طب هو قل إكرار بالفكرة فيه إكرار بالكتب بالضبط بالضبط أنا مش هعترد إكرار حتى الأهل المريض طب أنا أولك على حاجة بها إكرار أهل المريض اللي أنت بتتكلم عليه بس بيحمي الدكتور بيحمي بيخشل لا لا أصيبك منه بيحمي جميل أوي لما تقرأ بقى الكلام المكتوب في إكرار أهل المريض إكرار أهل المريض الكلام اللي مكتوب لو أنا مش دكتور مش همضي أنا أجبه لك صراحة نو أنا شخصياً لو مش دكتور وأنا راجل متعلم وعلى عالم ونفترض أننا متخري يعني أقولك يعني العملية دي خطيرة جداً بصنا أقولك على حاجة كويس أنا أقولك على حاجة كويس لازم تبقى فهم دائماً أن المريض أو الدرجة الأولى لكرابط المريض دائماً تفكيرهم مش مزبوط دايماً تفكيرهم مش نقدر نقوله ببعض لا دايماً لا أصولش ما أصولش مش مزبوطين لا لا أصول هو ممكن ما يبقاش مراكز لا 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 يعني أقولك حاجة فيه يعني حنقول إن فيه حالة من الحالات توفت ولكن أهل المريض دول عندهم من الثقافة عندهم من الآخر هي مش مسألة ثقافة لا 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 وله هو توف خوف سأقوله بخادر الله سبحانه وتعالى وفيه بعض لا غلامية كده عشو كامري غلامية وهم هو الشعب المصري الطيب اللي ميقولش ده خوف لا 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 أنا مش بكلم على الثقافة أنا بكلم على الخوف الدرجة اللي أقوله من القرابة حتى المريض نفسه أنت بص لك على الحاجة فيه فيه وقت معين ما ينفعش تستشير المريض في أنت هتعمل إيه ما ينفعش نجل تمنى أن الحالة خطيرة لا لا ما ينفعش تستشير المريض المريض دايماً تفكيره مش متزن لأنه هو في مرضه هو ميبقاش عارف إيه ممكن مصلحته أنت توجهه في المصلحة الصحة أنت وجهة نظرك دايماً اللي بره الموضوع غير اللي جوه الموضوع يعني دايماً إحنا لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله مع أي أو مع أي حد من الزملاء حالة في وسط الشغل وبدأت الموضوع يتطور في الشغل وبدأ يعق مش إحنا اللي بنعق بدأت القصة تتطور في الجراحة والمواضيع بدأت تنزف وأوردة وشارين بدأت تنزف وتتعك أول قرار بيقوله لك أسدتنا أنك تعمل إيه أنك تحاول توقف النزيف في أي طريقة من غير تدخل الجراحة يعني بقلات وتستدعي المساعدة إيه هي المساعدة أنا عايز أقولك معلومة يقال أن أنت لو غيرت مكانك في الأوضة دي تعتبر مساعدة مجرد تغيير مكانك في المكان اللي أنت واقف فيه يعني بدلاً من أنت واقف على يمين نمجري أنت واقف على شماله دي ممكن تبقى مساعدة دلوقتي بتعترف بالإهمال أن أنا يعني طوع الأوامر وهم غير مكاني وأروح أشوف المريض كده خلاص أنا ساعته على قد ما قدرت حضرك دلوقتي بتعترف هو أنت مشاعدة ترفع ما أقولي على الفكرة أنا أقصد حاجة تانية خالص إزاي؟ أنا أقصد أن الواحد ساعتها في الوضع اللي بتحط فيه إيش دي يسا بقول له السيستامي لو أنا غيرت مكاني في الأوضة يبقى أنا كده ساعته لا أقصده لدرجة شخصية دكتور نفسه يساعد نفسه تغيير مكانه بمجرد أن يوقف فكره لمدة ثواني ويغير مكانه في مكان تاني دكتور نفسه مش المريض ده في الجراحة ده يساعد الدكتور ليه؟ لأنه هو بدأ ياخد بريك للحظة لأنه هو بيقى تحت سترس جديد جدا الزب كويس لو بعدت جبت تمريد إضافي تمريد مش دكتور شوف أنا أقول لك الموضوع ممكن نوصل به لإيه أنك بعدت جبت تمريد إضافي وإيه جنب التمريد اللي معاك ده مجرد مساعد ليه؟ لأن أنت وإنت بره الموضوع بتبقى داخل ليك وجهة نظر تانية أكيد غير أن أنت ليك وجهة نظر تانية لا بالعكس أنت ممكن تكون داخل عايز تبرز أقصر ما عندك وأقوى ما عندك وأفضل ما عندك عشان تثبت أن أنت كويس تثبت أن أنت مطلوب في المكان ده عشان أنت فعلا على كفاء وأن أنت ناجح وأن أنت ناجح يعني لو جاء ده دكتور زميل ليك ممكن يكون سناً أصغر أو ممكن يكون في نفس السن بس هممكن في الوقت ده معين يأدي أحسن منك ليه؟ لأنه خلاص داخل من جزء كان خارج كان بره الفيلد كان بره المجال ودخل بالضبط كده ومهيئ نفسي أنه جاء على مشكلة هيحاول يصلح طيب نرجع بقى لموضوعنا أنا بقول لك وجهة نظر يعني التفكير دايماً للمرضى أو الدرجة الأولى القرابة ممكن تبقى فيها عدم اتزام في القرابة ليه؟ لأن الوضع نفسه بيستدقى عليه عدم اتزام في القرابة طيب نرجع بقى للنقطة اللي أنت كنت بتتكلم فيها دي بقى مش مشكلة دكتور اللي أنت بتتكلم فيها اللي هي ايه؟ دي مش مشكلة دكتور اللي هي بقى لو قبول أوراق يلي موت في البيت دي بقى مش مشكلة دكتور مشكلة مين؟ دي مشكلة ايه بقى؟ مشكلة الإجراءات والبيروكراطية اللي احنا فيها تسهيلات بقى الإجراء هل هو قانون نابع من وزارة الصحة ولا قانون خاص بهذه المصدر أم لوائح داخلية الرافض أو القبول لهذه الحالة المستعصية لا احنا بص نسى أرجعلك في موضوع الرافض أو القبول وبالك أنا بكلم على أستاذ جمال وبرد على السؤال اللي هو الموضوع اللي هو نقشه اللي هو روحه في البيت يموت في البيت أي طبع دي يعتبر بقض في نفس السياق رفض أو قبول لا أقول لفضت إن أنا أعالجه لا أروح بالبيت عشان يموت في البيت هقول لك دي ده لا خبالك دي برضو لازم تفرق بينهم دول دي قصة والرفض أو قبول قصة تانية أو يعني هم متشبهين بس فيه جزء كده متفرع صغير هينفرق بينهم هم هم الاتنين الأولين بتاع أستاذ جمال ده هي المشكلة هنا في إيه المشكلة في حاجتين أولا القوانين واللوايح والأوامر اللي هتخرج العيان ده أو المتوفى بقى خلاص هو بعد يوم أو اتنين ولازم تبقى فاهم أن وجهة نظر الطبيب بتقرب تسعين في المية من الحالة والعشرة في المية دي أنت ده أسباب يعني تسعين في المية ده العلم اللي ربنا ادهلنا ولسه طبعا هيددينه كتير أو ولسه احنا على جهل حتى وما قطيته من علم إلا قريبا ولسه على جهل ونفضل على جهل لغاية يوم الإيامة كويس فأنت يعني بنسبة تسعين في المية من الحالات اللي شفتها زيها كتير جدا جدا بالمعدل الشغلي اليومي ولدرسته أنت عارف أن في خلال يوم اتنين تلاتة في خلال ساعة اتنين تلاتة في خلال شهر المريض ده الملخص بتاعه أنه هيموت طيب لو مات في المستشفى هنا عندنا في إجراءات بقى إيه تكفين يا دكتور أنا بعترض على الرحل اللي هو هيموت الذي يعلم الحياة والموت هو الرب العزة سبحانه وتعالى ومن وهب الحياة لكل مريض ومن وهب الحياة لهذا الكون كله لا أحد يستطيع أنه يحكم على حد بالموت هذه النظرة التشاومية عند الأطباء وهي اللي بيتموت المرضى لا 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 ما بتقوله أن حضرك بتقول لهوا بتعترف اللي هو هيموت ليه مش تشاومية أقول له أنه اروح لا 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 مش تشاومية لا 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 أنا بقولك بنسبة 90% اللي حتى تروح فعل أن المرضى يموت حيوتك أيولوها أنا بقولك بنسبة 90% العلم اللي ربنا اديه لنا ده خلاص جسم بدأ يفشل الجسم وظيف الجسم بدأ اتفشل أنا علجه يا فندم لآخر دقيقة ولآخر اللحظة نيجي بقى أنت تعالجه بقى وعلى ما يخرج قصة طيب ده الجزء الأولين بتاعك الجزء يبقى بتاع أساس تامر يريت سهل القصة يريت والله يسهل القصة يريت والله تصليح الدفن يخرج نعمل في المجلس الإدارة ونغير اللوية حدية الداخلية دي رئيس مجلس إدارة ايه ده وزارة الصحة وحكومة وقضاء نعرض القوانة على مجلس الشعب مجلس الشعب ده جاي يعمل ايه طب ده وزير الصحة بعد نوجه نوجه التوجيه ده لوزير الصحة نعمل المسؤول المتصل ونغير القوانين دي كفان دي حضرتكم بتعلم كده لا مش احنا اللي نعمل كلام ده كلام ده ليه وزارة الصحة ولين قابة ونقيب الناس دي مسؤولة عن الاوامر والحاجات دي كلام ده مش الدكاترة اللي بيعملوك احنا بنشد من هنا النقابة ان يتغير القوانين وزارة الصحة اللي هي بتهمل للمرضى وتخليهم يموت في بيوتهم تمام كويس ده الجزء الاولين الجزء التاني بقى اللي هو بتاع الرفض او القبول او يستقبل الحالة طيب لما عيان هيروح مستوصف او مركز صحي المفروض ودي بقى نقطة الاهمال دي نقطة الاهمال نتكلم في النقطة بتاعت الاهمال دي لكن ممكن ناخد فاصل بعد ونرجع تاني مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود الى حضراتكم مرة تانية مشاهدين يا كرام مشاهدي قناة الصحة الجمال رجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن موضوع الحرقة وهي نسبة الشفاء بين الرفض والقبول هل لما يكون انسان مريض فقير وحالته حنقول شبه ما يقص منها بسميها هوبلس كيس وترفض المستشفى دخول هذا المريض كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ايضا اهمال المستوصفات اللي هي موجودة خاصة في الارياف الارياف ما بقاش فيها مستشفى حكومي عام وشامل لكن بيكون ايضا مستوصف كده على قد حاله ممكن يكون فيه امكانيات من اجهزة ولكن الناس الداخلين داخل المستوصف ممكن ايضا يرفضوا هذا المريض نرجع تاني للدكتور محمد عاطف وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن اهمال المستوصفات اللي هي منتشرة جدا في الارياف احنا زي ما قلنا كده في الفاصل ان انت مديني دبابة وانا بعفش انا ناشل بنبلة انت بتطلع على الدكتور من الامتياز وخرج وراح تكليفه اول تكليفه يلا يا ابني روح بنسويف روح حتة في قرية في بنسويف حنكمل كلامنا بس احنا هنشوف فيديو دلوقتي عن برضو انك محاول مأساة حدثت امام احدى المستشفات الحكومية ان مريضة على وشك الولادة ولكن الاسف المستشفى رفضت ان هي تدخل وتلد الولادة الطبعية ووضعت مولودها امام باب المستشفى نشوف الفيديو وبعدين نعلق عليه مع حضرتكم نشوف الفيديو وصعي ام وسعي اوعي امه يا امه دحاق الناس يا حاجة تجي تشهد معايا باقرة انتي تجي تشهد معايا باقرة يا امه الامراتي مش مولي عليه جوة ولد طبيعي ولد طبيعي ايه ولد طبيعي الدكتور بيقول عايزة كيساري وهي ولد طبيعي الدكتور بيقول عايزة كيساري وهي ولد الطبيعي ولد الطبيعي الدكتور بيقول عايزة كيساري ولد الطبيعي كيساري طلع على باب المستشفى بره بصوا 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 يا حدوغي الانسان شافه يا حباد الهنسان شافه 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 من اللي يشهد معايا من اللي راح اليوم يشهد معايا مشاهدين طبعا شفنا الفيديو ده يمكن مأساة حقيقية وزوج هزيه السيدة بيقول ان الدكتور قال لا دهي عايزة عملية قيصرية واكيد العملية قيصرية هتتكلف فلوس كتير هو الرجل الفقير وقال له لا انا مش هقدر طبعا ادفع فلوس انا عايزة تولد قال له لا معلش انا اسف وروح امطلعينها بره المستشفى ويشاء السامية عليم سبحانه وتعالى نية تلد امام باب المستشفى ولادة طبعية مش قيصرية مأساة مأساة طبعا تعليقك يا الفيديو ده برضو حاسمع تعليق من حضرتك وايضا حاسمع تعليق مؤسس جرائيل طب اسمع تعليق حركة اول ايه رأيك في الانسانية هنا لا لا بعيدا بعنى الانسانية طبعا هو يعني الموقف ده تقرر بس بطريقة تانية كانت عام 2014 فيديو عام شوائية ولكن بحكومة ولكن ممكن تكون انقررت اكتر من مرش ده كتير وهيكرر وهيفضل يكرر طب اين اين مهنة التبضل السامية مش السامية ولا حالة تأهيل مش مؤهل الدكتور نفسه مش مؤهل الدكتور ماكلفش نفسه ان ينزل يكشف على الحالة طب انا زال بقي كمواطن بقى عادي ده الدكتور اللي انا رايح له مش مؤهل هو ده بقى بص بقى هو ده اللي اللي نفسه جمال بيتكلم فيه ان احنا من هنا نغير نعمل تغيير نعمل وتمسالة موجهة نغير دكتور انتو اللي تقولونا نغير ازاي لا نظور بتاعكم بتاع نظور طبية ايو 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 تمام انتو اللي تعرفوها وتقولونا ازاي نغير صح المقروض بقى ما هو ده اللي بقى اللي حنقول عليه احنا بقى من هنا نوجه بقى للتغيير ايه هو التغيير حضرتك بعد اذن حضرتك لو سمحت ما فيش حاجة اسمها نايب يقود في مستشفى في طورق بعد اذن حضرتك الاخصاء اللي يقود او الى استشاري الخصائي او الاستشاري بعد اذن حضرتك والاوامر دي تنزل والاوامر دي تطبق ما تبقاش كلام على ورق طرق الاستشاري كبر في السن لا 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 ماش حسم ونجيد الشاب عشان ياخد خبرة الي كبر ايو 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 احنا هنجيب الشاب احنا هنجيب الشاب ب Louise ايوه هنجيب الشاب ما هو الشاب هتعلم ازاي ما هو الشاب لازم يحضر ويشوف الفصائف تاعه حتى لان منسيبه لحد ممارس طبيب لسه منقرب ما عندوش خبرة منسيبهوش في نص اليه كل اللي يجي يقول له روح كل اللي يجي يقول له روح ليه روح مصيبه هو خايف يلبسه هو مش عارف يعمل ايه هو لا حاول الله ولا قوة هو هنرجع لنفس النقطة بتاعت المستوصلات الصحية يا دكتور اللي كان محمد علي عملها من دقل مية سنة واحنا سابقا ربنا يدينا وديك الصحة أستاذ جمال لمحمد علي طيب يا هاي ديني العاشب على صدق بيدي الاسبوع القابل اللي فات كنا مع الأستاذ إبراهيم والدكتور محمد حسنين كنا في برنامج التحدي برضو كنا بنتكلم في نفس القصة بنسرت بقى التسلسل في المستشفيات ممكن يوصل لايه ومستشفيات الجامعة احنا كمان وصلنا لمرحلة ان احنا في مستشفيات الجامعة ما عندنا نفس المشكلة بس هو الحمد لله في فضل الله ان المستشفى الجامعة ان النايب اللي اللي يعد بيبقى فوقيه نايب حاجة اسمها سينيور اللي هو الأكبر منه شوية ده ما ينفعش يمشي والنايب السينيور ده بيبقى متخرج بقى 4 سنين او 3 سنين ونص داخل 4 سنين في خد خبرة واتطحن جامع اي يوم افضل المستشفى الجامعة من المستشفى الجامعة؟ الجامعة طبعا بلا نقاش بلا نقاش بلا نقاش يعتبر هي المنظومة سيستم واحدة ولكن ليه مسشفى الجامعة يكون افضل من مسشفى الحكومة لان الدكتور اللي بيجيله تكليف هو بيجيله تكليف على حسب التأدير كويس؟ يعني مش بيجيله تكليف على حسب اختياره كويس؟ طيب هو اختار عايز ياخد مثلا تكليف نسة ما افترض او تكليف جراحة يغير تكليفه يعني عايز يكمل اخصائي نسة او اخصائي جراحة هيتطرف يبقى مكان بعيد جدا جدا كويس؟ هو مشكلته ايه مش مشكلته في المشوار علشان تبقى فاهم الدكتور مش تبقى مشكلته في المشوار لان الدكتور aż طول عمري بي متمرمط في حياته كلها في الدراسة كلها نهلا اوالي اعشره اعشره مبقاش فيه الحمد الله فدلوقتي الدكتور ده اللي هياخد تكليفه ده هياخد تكليفه في حتة فرقارياف بعيدة قوي هو مشكلته الوحيدة ايه مشكلته الوحيدة انه عارف ومتأكد مليون في المية انه هو مش هتعلم حاجة هيروح هناك محدش هشوفه وهو مش هشوف حد وعلى ما يشوف حد ويحد يجي علمه وحد يعد عليه ياه يبقى قابلني هيبقى اصحابه هنا في القاهرة والجيزة اللي خده تخصصات تانية عارفوا يسلكوا عارفوا بقى وشطاروا وقدروا يفتحوا عيادات وقدروا يشتغلوا فدي مشكلته هيبدأ يتجه باتجاه غيره غير تفكيره غير رغبطه سؤال لو حالة هوبلس كيس حالة مستعصية جدا وانت كدكتور في قلب المستشفى وبالانسانية بتاعتك وبالرحمة بتاعتك قصرت هذا القانون اللي هو الموجود لا يتم رفض المريض وانت قابلته على مسئولتك الشخصية ايه عقابك انا اعرف ده كترة زمالي كتير اه عقابك ايه عشان برضو نعرف نوصل ويدك النظر المشاهدين بيتنيلهم ان اماكنهم تاني يوم عشان عمل لدور شهامة بيتنيل لي مكان تاني بعيد بس هو البعيد والقرائب بالنسبة للي بينقل هو مش مركز ان ده بعيد وقرائب شوف انا سؤالت لسؤال ده ليه لين هي دي النقطة يقول لك ايه طب انا اجيب لنفس واجع الدماغ ليه طب انا ماشي طبقى لائحة مستشفى او قانون وزارة الصحة طب انا اجيب واجع القلب ليه طب انا ارفض وخلاص بيقول ايه في التقرير اللي هو بيديونه لعقاب بيقول ايه خلف خلف الاولى الواحد دخلية للمستشفى ولا قانون ايه هي الا واحد دخلية ما هي والسيستم كل واحد هو الناس كلها المستشفى كلها ماشية بالسيستم واحد يا جماعة النظام لازم تغير السيستم لازم تغير الدنيا لازم تفوق البلد دي لو عايزها تفوق وعايزين بلدنا فعلا تتقدم لقدام احنا لازم نبدأ صح بالتعليم والصحة يا أستاذ تامر يا أستاذ جمال اللي حصل من 3-4 أيام في مجلس الشعب واللي جي يتكلم في مجلس الشعب وقال ان هيترفع 6 جنيه وبعدين فجأة الصيدليات أقسم لك بجلالة الله يا أستاذ ده بقت أسوأ من كده اللي هييترفع 7 الأدوية اللي مش قادر تفهمه اللي مش قادر بقى تتخيله لا تستغلوا قرار رفع الدواء ورفعوا الأضعاف أضعار ده أنا أقول حدلك الحاجة سوق القرار عدم الإدراك بحيثيات القرار خلى ان اللي تقلب من كم يوم بتاع الستة جنيه خلى اللي كان بعشرين جنيه دلوقتي بقى بقى بعين جنيه تاني يعني هو أصلا ما كانش بعشرين جنيه من أسبوعين هو من أسبوعين كان بخمسة جنيه لما قلنا اللي أقلم لعشرين جنيه هيترفع هيوصل لعشرين جنيه بقى بعشرين دلوقتي هيترفع تاني بقى باربعين والشركات بتاعت الأدوية اللي هي الشركات الكبيرة اللي مسيطرة على الأدوية اللي هي مخزن الأدوية الكبيرة وقفت نزول الأدوية بص إحنا بقالنا يومين بنعمل حملة على الفيس أن الدكتور بعد إذن أي دكتور ودي رسالة بوجهها من قناة الصحة والجمال أي دكتور بعد إذن حضرتك وانت بتكتب الرشدة اكتب أقل نوع أرخص نوع ده وأقل عدد من الأدوية طب المادة الفعالة في أقل نوع ده مش هستمر على أقل نصف العامة والعامة كله الناس مش قادرة تشتري اللي وقت انت مش قادرة تجيب العلبة خلاص ادي المريض شريط وبعد إذن الصيادلة ما تقوليش مش هتطلع شريط ومش هتطلع برشامتين وثلاثة فيه ناس بتطلع برشامتين وثلاثة طبعا أنا مش بعام مش هتبقى فيه عايزي بيقى ويكسب هو كمان ماشي بس برضو معلش مش كل الصيادلة وحشين بس فيه جزء بقى المريح اللي هو التقيل بقى بالعلبة والاثنين والثلاثة وما ينفعش يطلع بقل من قلبة طيب بالعلبة دي يعني هتوصل لستين سبعين جنيه أورس الريفو أورس الأسبرين العلبة على بعضها الوقت بتوصل خمسة وخمسين جنيه أبو بريزة بزرح وربع جنيه يعني كده احنا بصلنا لمرحلة وحشة المريض في الأسبرين بنبشر المريض من قناة الصحة وجماعة لهم مش هيلاقي الدواء الشعبي اللي كانت الفقراء يدعي ربنا كده اللي احنا بقى اللي احنا في ده القرار وربنا يشفي كده مش عارف يشتي بص يا أستوز جمال بص يا أستوز جمال بص يا أستوز جمال لو أقولنا حركة على حاجة ينفع كده لا لا من هقولك على حاجة ما احنا خلينا صرحة خلينا في البرنامج خلينا صرحة عشان الناس تسمع بايز أنا أقول حضرتك على حاجة السيستم عشان يتغير صح لازم تغيره وانت مدرك حيثيات قرارك بمعنى ان انت عشان تغير النظام وترفع سعر الدواء في الأماكن في السيداليات يعني في الخاص هو بيتكلم على الخاص يبقى لازم في نفس الوقت يبقى عندك المنظومة المقابلة اللي تشيل المريض فقير في المستشفيات وفي تأمين الصحي عشان تصرف فيه الدواء ويبقى فيه المادة الفعالة كويسة في التأمين الصحي وأنا واقعي هنا لازم الأول أزبط ده وبعد كده باشي أروأ ده أروأه براحتي هرفع الدعم على البنزين هرفع الدعم على البنزين وخليه بخمسة ستا جنيه بس ادي للمواطن المرتب اللي يقدر يعيشه في بيته ويخليه يصرف على عربيته لأن احنا مش هينفع ميركبش عربيات لأن احنا فيه ناس عندنا مشاورها من آخر من شبه حتى لو كنت لديت همتلك سيارة وبتركب مواصلات فأنت لما ترفع هنا معلش بعد إذن حضرتك زبط ده الأول وبعد كده رفع ارفع يا حبيب قلبي ارفع خالص خلي الدواء بمي جنيه نبدأ بس للقادر ده اللي نبدأ ندعمه وده بالناشد من قناة الصحة والجمال إن احنا في ظل ارتفاع المتتالي للأدوية الضرورية بالناشد دعم الدواء للفقراء يبقى احنا مسكنا يعني عملنا هو فيه دعم بس فيه مشكلتين في الدعم ولكن هي المادة الفعالة مشكلتين كمان المادة الفعالة المادة الفعالة تعمل تأمين صحي لأ وحقف نفرض إن هو المستفيد الآن من التأمين الصحي وبيصرف ليه علاق شهري واخد بالحضرتك لو قلنا مثلا مرض من الأمراض زي مرض الضغط واخد بالحضرتك تتعرف إن فيه أكتر من مئة نوع دو طبعا واخد بالحضرتك فيه النوع المستورد اللي هو اكسبلسف أو غالي جدا جدا لا يستطيع إن هو شريء اللي هو أثرياء الناس تمام وفيه النوع اللي هو الأدوال المصرية هذا مريض مزمن واخد بالحضرتك بالزبط اللي هو مريض مريض الضغط المزمن مريض السكر مريض مزمن هستمر عليته العمر بالزبط هستمر عليته العمره فيه الدواء اللي هو شركات الأدوال المصرية اللي هو يعتبر الوسط اللي هو لا غالي جدا ولا رخيص قوي وفيه المدعم بقى اللي هو بيبقى موجود في التأمين الصحي اللي مهما مريض الضغط الضغط ده مرض خطير مهما مريض الضغط لو خاد من هذا الدواء لو سف وسف مش هيخيف لو سف وسف مش هيخيف طب هنا انت أوكي انت مصفين من التأمين صحي ولكن المادة الفعالة اللي موجودة في قلب الدواء اللي انت بتاخده خد بالك المشكلة دي غير صالحة المشكلة دي المشكلة دي المشكلة دي مش من اللي ماسك فوق طبعا عشان تبع فهم لان دي مش من ضمن اختصاصه مش من ضمن اختصاصه انه ينزل يراقب الكفاءة والمعيار لأ فيه مزارة صحة في ركابة صحية الرقابة الإدارية على الصيادلة والرقابة الإدارية على المادة الفعالة والتفتشات والكلام الناس دي هي دي الناس اللي تمسك الناس دي هي اللي تمسك في الدائرة الحمراء انت فين؟ هل انت بتنزل تاخد فلوس؟ هل انت عاش في مكتبك بتاخد فلوس؟ هل انت بيجيش أسطن وفي بيتكوب بتاخد فلوس؟ ولا انت ربنا كرمك بضمير وصاحي وعايز تحلل أكل عيشك وقرشك اللي يخش لعيالك فانت بتنزل تراقب على البتشاية اللي طلعة دي وفيه كتير كده على فكرة بيشركات كتير جدا بتوقف من دومين أدوية كتير بيجولي وبعد فترة على ايه مسك في شركة تانية؟ فين يا ابن الدواء راح فين؟ وقف وقف ليه؟ وزارة الصحة نزلت فاتشت على البتشاية ولقت ان البتشاية فيها خلل الماء كويس ننادي بيا نخرج بدواء فعال مشكلتنا دواء دواء حقوقها في العالم ان الدولة الوحيدة اللي يقولك ان المادة مش فعالة والمريض ياخدها يمر بزيادة بص يا سيد جمان أول حرك حاجة في فترة ما في سنة حاجة وتسعين كنت أول مرة أسمع عن قصة ان الإشارة اللي هي من جرع اسكالي مرور أول مرة أشوفها في حياتي إشارة من جرع اسكالي مرور وأول مرة أشوفها إمتى؟ شفتها في بورسعيد كويس كنت رايح في بورسعيد الجرام ده في حاجة وتسعين وكنت رايح ولقيت إشارة ولقيت الناس وقفت الساعة واحدة بالليل كل الناس اللي حوالي هي وقفهم حاجة كويسة إشارة بقيت خادرة الناس ميشهد حاجة إيجابية هقول لحضرتك حاجة جزء من اللي وقفين 70% منهم ناس على خلق ومحترمة 30% هو لو عارف يكسر القانون هيكسره بس مشكلته إيه؟ في المخالف الكاميرا هتصوره ويتاخد مخالف خايف من المخالف لكنه معاش ديش الوزع بقى اللي أنا بقوله ده إيه ليه عايز أقول إيه يسقط على القانون بالنسبة القانون منظومة الصحية القانون لكل حاجة مش الصحية بس لا احنا بتكلف في المنظومة الصحية القانون لازم يطبق 100% يعني اللي ما بينزلش رائب ده لازم يتشال ولازم يتحاكم لأن انت مش بترائب عشان مصلحتك وعشان شغلك هل تتفق بقى الأستاذ جمال في موضوع برضو الموضوع بتاعنا الأساسي اللي هو رفض أو كبول الحالة المستعصية هل تتفق معنا؟ ده الأساس بقى في الموضوع بتاعنا طب اوضحه الأستاذ جمال الأول ايو 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 بس اوضح بقى الأستاذ جمال اوضح بقى الأستاذ جمال اوضح بقى الأستاذ جمال والأستاذ سامر والمشاهدين اللي هي نسبة بقى الشفاء بين الرفض والقبول موضوع الحلقة بتاعتنا تمام لما جيب عيان عايزة تعمل له زايدة في مكان مفوش غرقودة كشف وجهاز سونار يبقى أنا كده بوجه العيان غلط لا تمام حاول المستشفى تانية صح كده كويس احنا بقى مش عايزين كده احنا عايزين نقول حركة ايه عايز نكون فيه امكانيات عايز سيستم بقى غير كده خالص أنا بقى وجهة نظري محمد عاطف يعني العبد الفقير لله اللي احنا نعمل ايه بقى ان احنا يبقى عندنا مستشفيات جراحات مستشفيات جراحات يعني مستشفى خاصة بالجراحات زي مستشفى جراحة اليوم الواحدة على فكرة فيه بس احنا مش عايزين فيه ياوستامر انا مش عايز كلمة فيه انا عايز على طول انا مش عايز ادور على حضانة انا اقول لحضرتك حاجة انا من الصبح يغيت من ساعتين فاته مريضة بتكلمني بتدور على حضانة بتولد في السابع وانا اللي حاول اليه ولا قوة والمريضة متابعة معي ومش حضرة والده عندي في السابع لان انا ما عنديش حضانة تنفذ صناعي ما عنديش حضانة تنفذ صناعي المريضة بتلف من الصبح على ما كان فيه حضانة تنفذ صناعي ودي حالة وقعة ولو أهل المرضى يعني بيتابعوا قناة الصحة وجمال هيبقوا سامعيني وعارفيني خلاص المرضى من الصبح يا غاية الساعة بالزبط تمانية بتكلمني في التليفون هما بيلفوا على كل المستشفىات مش لقيم مكان فيه حضانة تنفذ صناعي المشكلة حضرتك أنه هتلاقي حضانة تنفذ صناعي في أماكن خاصة المستشفىات خاصة وهي ما عنداش مكلفة يعني يعني العائل ده هيقعد شهر شهر ونص هيدفعه 30 ألف جنيه يعني هيبيعه دومهم هي أصلا المرضى ما عهاش ألف جنيه عشان تقول لفايساري عشان تفعها 30 ألف جنيه عشان نتعيل هي الستة لو تطول تبيع نفسها عشان ابنها هتبيع طيب السؤال دي دورك ليه مش لقي حضانات في المستشفىات الحماية لأن ما فيش حضانات في المستشفىات الحماية تكفي العدد المهول اللي فيه حالات احنا محتاجين غير النظام محتاجين ميزانية مصروفة وتترائب وهي بتصرف وفي الأماكن الصح يعني حضاناتك عايز تقول فيه فساد في المستشفيات الأموال اللي هي تصرف حالة هالحضانات مهبت الميزانية نفسها اللي بتصرف بتتوجه غلط يا أستاذ جمال يا أستاذ جمال مش نواجهة للسيراميك والصور يا أستاذ جمال مش نواجه للسيرير خلينا في الأساسيات بلاشر فرايات بيهتم برضو كنت أكلم في حالة بيهتم برضو بيهتم بلنظافة المستشفى برضو لما يجب الصور يقول حتى إنت هتخش المستشفى حكومة حكومة حكاية في إيمان وحتلاق إبارات مقصر وحكاية في ترميم وهمي بيبقى البلد كويس ده جزء بها من الكلام مش يلوه يحطوه عشان الميزانية تلطف بس ده جزء من الفساد طيب أي منظومة فيها حد فاسد أي بلد في الدنيا فيها جزء فاسد وجزء خير العالم كله كده البشر كلهم كده هو ربنا خليقنا خير وشارك خلينا نتكلم في حاجة تانية أحسن من كده شوي إن إحنا أوجهنا أنا كنت مع أستاذ سامح في برنامج التحدي قبل كيف كنا نتكلم في القصة دي برضو إن إحنا أوجهنا التبرعات التبرعات كنا نتكلم في قصة التبرعات والمستشفيات والتبرعات تروح للمستشفيات إن المتبرع الخليجي بيجي من بره بمتبرع لحاجة معينة هو عايزة إيه هي عايزة عالج مئة مريض استقصال مفصل أو تركيب مفصل استبدال مفصل الفلوس دي ممكن ما تتوجهش المريض مريض تركيب مفصل للميت مريض دول توجه لحاجات تانية الجزء الخير اللي إحنا نتكلم عليه بعيدا عن الشر يبقى عن الشر دلوقتي لأن الشر قلاص إحنا عارفينه أنا وأنت وحضرتك والناس كلها عارفين الفلوس هتصرف فين بس وهي من بردو عامليات على نافلة الدولة بردو؟ خلينا في الخير على نافلةَ الدولة، خلينا في الخير بالخير、 يعني بردو حكومة تقضي الله الحكومة تعبد بعد عمليات الشرق иниلك ما يفتح بين كل جميع أحد ممكن تستفيدي بم يدحнолог شخص الآن متبرع بمليون جنيه، اتونين مليون جنيه للمستشفى دي عشان مئة مريض معلش أنا المئة مريض دول عندي إمكانية إن أنا شير 500 كمان فهستأذن حضرتك أنا المئة مريض مش هاخدهم مش هاخد المليون جنيه أو الاثنين مليون جنيه ليهم أنا هاخدهم لحاجات تانية طبعا أنا بكلم على الخير مش بكلم على الشر لأن الشر أنتم عارفين خلاص الفساد إحنا عارفين هيتجه فين إنما في الخير هيتوجه في الحتة دي دي ما يتبقاش فساد وما يبقاش التواء وما يبقاش خدنا فلوس التبرعات أو فلوس الحكومة والوزارة وصرفناها في جزء تاني لا إحنا صرفناها في الجزء إن الناس مش شايفها اللي هو المعامة اللي انت مش شايفها في المراية الجزء ده إحنا عايزين نزبطه الحتة بقى بتاعت إن إحنا إن أنا بقول لحضرتك يوجه لمستشفى معينة إحنا عايزين بقى النظام ده عايزين مستشفيات تبقى كاملة على بعضها بال11 دولار 10 دوار حضانات حكومة أنا مش فاهم إيه المشكلة في كده إيه الصعبة في كده ليه كيف يقول لك معنى دينة بزينة يا أستاذ حضرتك الحضانة بـ 25 ألف جنيه بزينة إيه أنا مش كتير مش فلوس أسعى نفس جماعة 25 ألف جنيه بالنسبة لبلد لدولة الحضانة بـ 25 ألف جنيه وفيه بـ 15 وفيه بـ 20 وكفاءة الحضانة لا تموت بصلة لفلوسها يعني مش إحنا بنشتري بورسلين وصرابيكسيني ومصري الحضانة في المستشفى حكومة بتستوي حوالي كم قد إيه الحضانة نفسها كحضانة لا ما على حسب الإمكانيات هو فيه مستشفى فيها 20 حضانة وفيه مستشفى فيها 10 وممكن في المستشفى يكون فيها 60 حالة ولادة مثلا ده مش ممكن أو 100 حالة ولادة لكن فيها 20 حضانة ده ده روتيني ده العادي يعني المستشفىات الجامعة لما بتفتحش فيهم بتفتح 30 كيسرية و40 كيسرية 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 كبير جدا من الأطباء وهم ياخدوها مهنة تجارية زيهم زي ريهم اه زيهم زي ريهم مشكلة الطب في ايه مشكلة انت بتمس روح بني آدم انما احنا لو دورنا في كل حاجة هتلاقي كل جزء بلد اكيد اكيد مشاجب على هذا الطبيب اكثر اخلاقا مشاجب على هذا الطبيب اللي زي رفض هذه اللي اللي لازم تعمل عمليه قيساري وهو أصلا يتحاسب او مش تحاسب لا بص بص اول حالة حالة ابحث وراءه اللي هي اعتبالي وقال قيساري لا 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 خالص لا لا برضو ده مش سبب لا انا اصلي ابحث وراءه مهنيا علميا هل هو مؤهل لا ليس ضعيف ايوا بالظبط هل هو مؤهل ولا مش مؤهل لا لو حضرتك مؤهل وطلعت العين عشان تقول القيساري وهي معهاش انها اجرا انها تقول القيساري نرجع بقى للنقطة احنا اللي انسناها حكم متكلم عليه اللي هو بقى ده اللي انت تلزم به القانون انك تلزم ان الاخصائي يعد طيب الاخصائي اللي هيعد ده لا علمي الجيل التالي تمام لازم الجيل التالي احنا احنا اسادزتنا كانوا بيلفو في اللقسام وبياخدوا طبعا مش كل الاسادزة برضو بس الحقيقة 90% منه بيلفو في اللقسام والصبح بدري من 7-7 الصبح بياخد الشباب الطلبة في الكل الطب والنواب بتوعه والاخصائيين بتوعه اللي هما في اسادزة الجامعة ويلفو يخش يا ابني انت فاهمي حبنعمل هنا انت بايحبنعمل هنا ليه كده انت فاهم الكلام ده هبنعملوا ليه العينة دي هتروح فين بعد كده العينة ده هيروح فين بعد كده المستقبل بتاعه بعد كده دي الاسادزة المحترمة اللي هما ربه جيل الله اعلم الجيل اللي خارج ده هما في السابقين الاخرين يا فندم هو بيخرج مع الطبيب اللي هو الاستشاري ويشوف كل حاجة تمام ولا هي 7 سنين لازم لازم لا 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 استساس جمال لا حركة انت ست سنين دور كلهم دراسة والسنة الاخيرة دي امتياز طيب الامتياز ده بتقابل فيه عشان تبقى فاهم برده هاي الامتياز ده انت بتقابل فيه بتقابل فيه النواب ولاي الاولى ما هتشوف المدرس هسته بشوفه يخرج المدرس لا 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 هو نظام التدريب كده هو الفكرة في التدريب ايه الفكرة في التدريب ان انت وتتدرب في مستشفى الجامعة بتاعتك بعد ما تدرب السنة بتاخد شهرين في كل مجان وبعد كده بتخرج تكليف النقطة هنا حلقة الفقد حلقة الفساد هنا مما قرأته اعجبني فين الدكتور بتاع زمان اللي كانت المريض الفقير يدخله يديله الدواء من عنده اللي العينات اللي بيديه هو ده مش بتاع زمان وبعدين يديله عشرة جمال قول زمان قول زمان ده موجود دكتور محمد قول زمان يرجع زمان قول زمان يرجع زمان يعني احنا نتمنى طبعا ان المنظومة الصحية والقوانين تتغير تماما لصالح المواطن خاصة ان المواطن الفقير نتمنى الشفاء لكل مريض نتمنى ان كل مريض فقير يشعر ان هو لما يدخل المستشفى حكومي حيلاقي طبيب بيخدمه حيلاقي دواء فعال ومادة فعال فعالة حيلاقي سرير متواجد حيلاقي نظافة في المستشفى حيلاقي رعاية كاملة ان شاء الله بدلا ما نقول ان هو هو بابلس كيس لا ربنا سبحانه وتعالى يكون الامل في ربنا كبير ثم في الشفاء ثم الاطباء اللي هو ما رعوا هذه الحالة في ختام هذه الحلقة لا يسعني اشكر الدكتور محمد عاطف اخصائي امراض النساء وولادة والعكم شكرا على وجودك معايا شكرا جزيلا واشكر ايضا الاستاذ جمال محمد فتيان الكاتب والصحفي بجريد الارام شكرا استاذ جمال على وجودك معايا شكرا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة لا يسعني اشكر ايضا حضراتكم على حسن المتابعة ان شاء الله انتظروا حلقة جديدة من بنامج التحدي غدا في تمام الساعة 11 مساء على الهواء ومشاركا مع عطب اغنياتي وارق تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه تحدي ايه تحدي التحدي اموي دافع عن رأيك والكل سامع قلنا الاضرر وطبعا قلنا ايه المنافع وابني رأيك الدليل قلنا باسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي ايه تحدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا